طبعا بالمقابل احنا قلنا شو مصير اللي بيبغض المسيح شو البركات اللي بيحب وبيقبل يسوع المسيح بشير يحنى قال لنا في يحنى 1-12 أما كل الذين قبلوه قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه وفي أيتين كمان بحبهم بيقدموا لنا باركتين تاني كمان حلو للي بيحب المسيح في رسالة يحنى الأولى أصحح 5 وعدد 12 يقول الكتاب من له الإبن فله الحياة ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة إذن اللي ليه الإبن له حياة أبدية رقم 3 وآخر حاجة في آفاس الستة الآية اللي بنحبها وعدد 24 يقول النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد فكل من يقبل المسيح ويحب المسيح ويكون في شركة مع المسيح له الحياة الأبدية بل له كل بركة